الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا الدعاء في المنام اللي شوف يعني في المنام اللي هو يدعو الله عز وجل في ليلة القدر علامة على استجابة الدعاء لهو الله أعلم إذا رأى الحالم الدعاء في ليلة القدر في المنام يؤول على التخلص من الزنوب والمعاصي والله أعلم إذا رأى العزباء الدعاء ليلة القدر يؤول على استجابة الدعاء لهو الله أعلم إذا رأى المرأة المتزوجة أنها تدعو الله عز وجل ليلة القدر علامة على الخير القادم لها الأيام القادمة إذا رأى الرجل أنه يدعو الله عز وجل في ليلة القدر في المنام علامة أن الله عز وجل سوف يغفر له كل ذنوبه في هذا العمل والله أعلى وأعلم إذا رأى الإنسان التاجر أنه يدعو الله عز وجل ليلة القدر في المنام علامة على ربح تجارته كثيرا الأيام القادمة والله أعلى وأعلم الدعاء يوم الجمعة في المنام علامة على السعادة القادمة لصاحب الرؤية والله أعلم إذا رأى الحالم الدعاء في يوم الجمعة يؤول على تحقيق الأهداف في الحياة رؤية الفتاة العزباء الدعاء يوم الجمعة يؤول على تحقيق الأمنيات لها في الحياة والله أعلم الدعاء للوالدين في المنام دليل أن صاحب الرؤية برا بوالديه والله أعلم الدعاء لله والبكاء لله في المنام دليل أن صاحب الرؤية عنده أزى كثير ويريد أن يتخلص منه وأن الله عز وجل سوف يخلصه منه قريبا والله أعلى وأعلم الدعاء على جبل عرفات في المنام علامة على الخير والرزق الكبير لصاحب الرؤية الأيام القدمة والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوب وقبل النوم